السلام عليكم أساتذة الأعزاء في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعرف على كيفية إضافة رابط جوجل ميد وبشكل ثابت في الصفوف التي أعددناها على ملصات الكاميراس طبعا بشكل عام نحن لدينا مثلا محاضراتنا ستكون في يوم معين وفي وقت معين فبالتالي أنا أحتاج أن هذا الرابط يكون جاهز في هذا اليوم وفي هذا الوقت المحدد طبعا أنا بالبداية قمت بإكمال إعدادات على الصفخ الخاص به مثلا اللي هو بالنسبة للإحصاء النظام السنوي وسوت الهومبيج وضفت التعريف إلى الطالب ما هي شاء الله تحنا تعلمناها ضفت الطالب أن المحاضرة ستكون مثلا يوم الأحد الساعة الحادية والنصف صباحا وتنتهي عند الواحدة والنصف ظهرا وكذلك وضعت هنا هاي يقولة الخاصة اللي هي بـ Google Meet أيضا وضعت هنا رابط القناة الخاصة بي على اليوتيوب والتي بيها مجموعة من دروس الإحصاء أوكي ما أنا سأضيف؟ هنا رابط من Google Meet طبعا أفضل طريقة من خلال Google Calendar لماذا؟ وذلك لكي أستطيع أن أعمل يعني إرسال تلقائي كل يوم في يوم المحاضرة في الساعة المحددة سوف يظهر الرابط في المكان المحدد فنضغطها هنا نذهب إلى صفحة Google طبعا أكيد الخاصة بالحساب الرسمي للجامعة التكترونيجية نضغطها هنا نختار Google Calendar ننتظر قليلا أمامنا ضهرة نضغط على Create ننتظر قليلا حسنا شيء من عندي يجب أن أحدد تايتل أحدد الوقت وأحدد كيفية عمل هذا الحدث فبالتالي أنا حسنا هذا الحدث هو بالنسبة لل Statistics and Management اللي هي خاصة للنظام السنوي أنا طبعا حسب من شفنا أنا محاضرتي المفروض هي يوم الأحد فبالتالي إذن ستكون مثلا يوم 24 بالشهر مثلا القادم حددته كيف الساعة؟ لازم نحدد الوقت أنا حددته أنه سيكون الوقت ما المحاضرتي ساعة بالدعش ونصف أوكي هذا دعش ونصف صباحا إلى الواحدة والنصف ضهرا الأيام هل أنا أريد جميع الأيام؟ لا أنا أريدها في يوم معين فراح أضغط هنا أش راح أقول له weekly on Sunday فكل يوم أحد راح يرسل الرابط وراح يكون جاهز كGoogle Meet هسا Add Google Meet أضغط ها هنا أوكي هسا صار الرابط قبل ما أسوي يعني أخذ نسخة من الرابط من لانا copy أنتبع على شغلة معينة اللي هي هنا بالنسبة للدخول الطلبة فلهذا أول شيء لازم أسوي Quick Access بحيث أن الطالب مباشرة يستطيع أن يدخلون ولازم أول شيء يدخل منه الhost must join first بعدين only people invited by the host can join without asking أوكي هاي لازم يتفعل حتى أقدر أنا أضمن أنه فقط اللي أنا دعت لهم بين قوسين الطلاب اللي إحنا نسلي لهم الدعوات من ضمن صفوفنا هما اللي حيدخلون لهذه المحاضرات أوكي أحقول له Save هنا أنا أفضل طريقة ما أخذ copy من أنا أضغط ها هنا وأخذ هذا حتى لصير عندي إشكالات باقي المعلومات اللي أنا ما أحتاجها راح تظهر إلي في حالة أنه أخذتها يعني أخذت من أنا copy هسا بعد شوي حا حاول لا يعني أشرح لكم من القصد من هاي الكلمة هسا أشرح أقول لا هقول لا هسا اللي صار عندي أنا إهنانا صار من ساعة بالدعش AM أوكي ونصف إلى واحدة ونصف PM حيكون عندي شنو محاضرة مع الإحصار كل يوم أحد أوكي هسا أروح للصف اللي أنا قسوتها قبل شوي أذهب إلى إهنانا edit أضغطها هنا انتظر قليلا أوكي نضغط على الصورة إن كان هناك رابط قديم نحذفه نجح سأضيف أضغط هنا على link أختار أختار السمت لنك أحددنا أقول لا هسا أوكي انخزنت هنا هنا إذا كان أنت تريد أن تضيف أي شيء للطالب هذا أيضا تعرفنا في محاضرة السابقة فنحفظ التغيير حفظنا الآن التغيير هسا اللي صار عندي أنا هسا مباشرة الطالب راح يجي مثلا يضغطها هنا بالنسبة للطالب راح يحاول يضغط هنا أوكي طبعا هنا مثلا أنا لازم أسوي تغيير للحساب ما أنت لي لأنه سيدخل بالحساب الشخصي وأنا ما أحاوله إلى الرسمي بالنسبة لي حتى أستطيع الدخول أتدي توقف الصوت قبل ما تدخل ومن ثم شرح تقول له نحن نقول له جون طبعا مثل ما تشوفون فبالتالي صار عندي أنا رابط هذا الرابط سيتحدد على أساس الكالندر الموجود أنا عندي كل يوم أربعة راح ينظف أوكي أقدر أضيف مثلا أنا عندي مادة يوم الثلاثة نعم تقدر أضيف واحد ثاني وطبعا نضيف للصف الجديد الآخر أيضا نحن نحدد اليوم اللي احنا أريده مثلا هذا أوكي أيضا راح أضيف له أوكي أوكي نحن نضغط عليه هنا أيضا نحدد اليوم اليوم مثل ما قلنا يوم 20 أنا مثلا عندي محاضرة أيضا لازم أنطيها في أوكي 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 حددته أيضا راح أحدد الوقت نفس الحالة مثلا أنا المحاضرة بالنسبة إلي هنا خلينا نقول ساعة ثمانية ونصف الصبح حدده أيضا بما أنه أنا من طي ساعة ينسب الكوفة دادات معينة ساحنا أرجع لها راح أقول لها يا يوم أنا أريد أنا أريد فقط هنا بالنسبة اليوم الأحد عفو يوم الأربعة أنا حدد تأسف أربعة أوكي فليهذا سنكمل على اليوم الأربعة بعد حددنا أوكي أيضا راح نقول لك نضغطه نفس الحال نأخذ هذا ونقول لها سعيف لكن أكو شغلة حتى لا نغلط وما ننساها يعني استصال عندي هنا أكثر من خلينا نقول كالندر من حدث أجي هنا على الستنج شاه ألاحظ لازم أرتفت ترتيبات معينة اللغة مات اللي أريدها البلد أي طريقة العرض مع التاريخ أيضا الوقت لازم أحدد البلد اللي آنبي حتى يكون الوقت اللي حيرسل الرابط مضبوط إذا كنت أنت تدرس مثلا جامعة أخرى في مكان آخر في دولة أخرى تقدر تخلي هنا أيضا سكرم التاميزون الوقت الثاني اللي أنت تحتاجه هنا تقدر تحدد من عنده طول المحاضرة اللي أنت تريدها حتى تنغلق أوكي وأيضا بعض الإعدادات الأخرى المفيدة اللي اتفيدك وشكرا باستماعكم وإن شاء الله تشيدكم هذه المحاضرة موسيقى